اتفاقية روج لها على أنها الأولى من نوعها منذ أربعين عاماً لتعزيز ما سمي بالتعاون الأمنية بين العراق والسعودية اتفاقية أمنية بحسب بيان لوزارتين داخلية البلدين بحثت مجالات الأمن ومكافحة المخدرات والعمل الاستخباري وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري ترأس وفد حكومة السوداني وهو نفسه الذي أقيل من منصبه عام 2016 حين كان قائداً لعمليات بغداد بعد تفجيرات عنيفة هزت منطقة الكرادة وسط بغداد فراح ضحيتها خمسمائة شخص بين قتيل وجريح الاتفاقية الأمنية جاءت في ظروف شهدت فيها علاقات البلدين تدهوراً ولا سيما بعد سيطرة الأحزاب والميليشيات على الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 وما نتج عن ذلك من تهديدات وهجمات لميليشيات الإطار التنسيقي على السعودية بعد شنيها هجوماً بطائرتين مسيرتين على المنشأة النفطية الشمالية السعودية بحسب صحيفة التايمز البريطانية التي أكدت أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق سعت لفتح جبهة جديدة ضد السعودية وما دعوات أبو علي العسكر المسؤول الأمني في ميليشيا كتائب حزب الله المنضوية ضمن هيئة ميليشيا الحجد إلى مهاجمة السعودية ونقل المعركة إلى داخلها إلا دليل وشاهد على تهديد الميليشيات الولائية في العراق للسعودية متهجماً على ولي عهد المملكة العربية السعودية بألفاظ وصفات مشينة في وقت لم تبد في حكومة السوداني أي رد إزاء تلك التصريحات رغم أعلان رفضها أن يكون العراق منطلقاً لمهاجمة دول الجوار يأتي هذا على وقع قيام الميليشيات الولائية بنصب العداء علناً لجوار العراق العربي ولسيماً السعودية مراقبون وخبراء وأمنيون أكدوا أن هذه الاتفاقية فضحت تبدل المواقف للحكومات بأحزابها وميليشياتها في العراق بعد عام 2003 آخرها حكومة الإطار التنسيقي الذي لطالما عرقل أي مشاريع استثمارية للسعودية في ملف الكهرباء والنفط في العراق لتأتي هذا الاتفاقية كمحاولة لحكومة السوداني على تصدير نفسها داخلياً وأقليمياً ودولياً إلا أن واقع الحال يشي بوضوح على أن الحكومة الحالية حكومة تقودها الميليشيات التي تسببت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية عديدة للبلاد